وللحديث عن تداعيات قانون قيصر على نظام الأسد وحلفائه ومآلات الأوضاع في سوريا ينضم إلينا عبر سكايب الأستاذ أحمد كامل الكاتب والباحثة السياسية السوري أستاذ أحمد مرحبا بكم في الأيام الماضية هناك من اتهم قانون قيصر بأنه يستهدف الشعب السوري وليس نظام الأسد ما دقت هذه التصريحات؟ كلام فارغ طبعا ودعاية أسدية إيرانية روسية للبكائيات وهذا يدل أنه فعلا هم متضايقين جدا من هذا القانون هذا القانون ربما يؤدي إلى تدهور الوضع الاقتصادي في سوريا هذا مؤكد ولكنه يعني يؤذي السوريين ولكنه يؤذي النظام أكثر النظام وفق هذا القانون أصبح مثل جورثومة لا يمكن أصبح منبوذا ومجرثما ولا يمكنه أن يتعامل إلا مع منبوذين وجراثيم مثله يعني مثل النظام الإيراني ومثل النظام الروسي القانون جدي للغاية يمنع أربع مجالات يمنع أي شخص في الكرة الأرضية أي جهة في العالم يمنعها من دعم النظام عسكريا ومن دعمه أو التعامل معه في مجال النفط والغاز ومن دعمه أو التعاول معه في مجال التكنولوجيا وفي مجال البناء وهذه هي الأربع مجالات التي يتعامل فيها الإيرانيون مع النظام طيب عن الوجود الإيراني والنفوذ الإيراني في سوريا أمام عقوبات قانون قيصر هل أضحى أمام طهران أي فرصة للاستثمار مستقبلا في سوريا بعد تنفيذ أو دخول قانون قيصر حيز التنفيذ الاستثمار بدون ربح بدون فائدة إذا أرادت أن تدخل أموال للنظام فهذا ممكن ولكن أن تستثمر أن تكسب هذا مستحيل مستحيل لأن عملة النظام انهارت كليا والاقتصاد متوقف يعني النظام لا يستطيع أن يدفع شيئا لا تستطيع إيران أن تستفيد منه ولا بقرش واحد وهي استثمرت به كثيرا مجموعة ما دفعته السلطة نظام الملالي في إيران للنظام السوري منذ الثورة الإيرانية وحتى اليوم يصل إلى أربعين مليار دولار مبلغ هائل جدا كل هذه الاستثمارات ضاعة الآن طيب سيد أحمد ماذا عن مؤيدي لنظام الأسد لا سيما نحن نتحدث هنا عن ميليشيا حزب الله في لبنان هل سيصيبهم نوع من الأذى من جراء قانون قيصر مثل النظام وربما أكثر الليرة اللبنانية الدولار الواحد الآن يساوي 5500 ليرة لبنانية بمعنى أن الانهيار في الليرة اللبنانية كان أكبر من الانهيار في الليرة السورية العلاقة ما بين الطرفين وطيدة تماما وحزب الله أرسل نقودا بأمر من إيران أرسل أموالا للنظام السوري ولكن هذه الأموال تقدر ب300 مليون دولار لا يمكنها توقف النظام النظام بحاجة لضخ 10 مليار دولار سنويا لكي يعيش بالحد الأدنى وكي يعيش مناصره بالحد الأدنى ولا يوجد أحد أبدا قادر على من حياد المبلغ أستاذ أحمد آلاف الصور باتت تنشر على مواقع التواصل الاجتماعي عن معتقلين تم قتلهم تحت وطأة التعذيب في سوريا يعني أمام هذه الصور إلى أي مدى أضحى عقاب الجنات ومحاسبة رأس النظام أكثر الحاحل هل تعتقد أن يحقق قانون قيصر العدالة لكل هؤلاء الضحايا القانون قيصر ضربة ضربة قوية للنظام السوري لو كان النظام في وضع طبيعي لكان ما أثرت عليه ولكنه ليس في وضع طبيعي الشرق وشمال السورية كله بيد الميليشيا الكردية وبيد الأمريكان يعني النظام لا عنده نقط ولا ذات ولا ماء ولا قطن ولا كهرباء ولا قمح كل المحاصيل والثروات الاستراتيجية هي خارج سلطة النظام والشمال والشمال الشرقي الأراضي الزراعية المثالية إدلب وحلب هي بيد المعارضة السورية وبدعم من الجيش التركي فإذا والنصف الفقير والمدمر اللي موجود فيه النظام ينافسه عليه الإيراني والروسي يعني ثلاثة جهات أستاذ أحمد نحن تحدثنا عن إيران وحزب الله أنت تفضلت وقلت يعني روسيا هناك أخبار عن تسيير دوريات روسية في السويداء هذا اليوم بعد مهاجمة ميليشيات الأسد للمتظاهرين بالشان إذا ما تحدثنا عن روسيا إلى أي مدى يمكن القول أن موسكو يمكن أن تغير موقفها بعد عقوبات قانون قيصر هذا ممكن على الأقل ممكن إن لم أقل أنه مرجح لأنه وجود بشار الأسد وعائلة الأسد في السلطة في سوريا أصبح يؤذي الروس والمشروع الروسي في سوريا ينهار ينهار تماماً الروس قالوا نحن بثلاثة أشهر نعيد الأمور إلى ما كانت عليه في سوريا الآن مضى خمس سنوات والوضع من سيء إلى أسوأ ونحن الآن نقترب من المجاعة المجاعة في سوريا فإذا المغامرة الروسية وصلت إلى طريق مزدود في سوريا وسوف يفهم الروس قطعاً وأظنهم قد فهموا بأن وجود بشار الأسد يفشل كل مشروعهم في سوريا وبالتالي تخليهم عنه أمر وارد تماماً من إسطنبول عبر سكايب الأستاذ أحمد كامل الكاتب والباحثة سياسي السوري شكراً جزيلاً لكم ترجمة نانسي قنقر لكم